بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة من إسأل مع دعاء عندنا شوية حاجات في الدنيا بنعتبرها من المطمئنات يعني بنبقى مسكين فيها طول ما احنا عايشين من باب الونس والطمأنينة والراحة النفسية زي مثلاً ناس من أهلك قريبين منك بتعتبرهم سند ليك في أي وقت ويا سلام لو الناس دول تقدر توصفهم بأوصاف زي إنه فلان ده مثلاً راجل جدع فلان ده قوي علان ده صاحب مركز مرموق واللي في ظهرك ده راجل كريم وما بيبخلش عليك الست اللي بتحبك دي حنينة الأم دي معطاقة الجد ده عنده سلطة وممكن يحميك وهكذا لما بتبقى محاطب مجموعة من الناس القريبين منك اللي كلهم صفات جدعانة وشهامة وحنية بتحس إنك محمي ومتأمن ومتطبع إنما لله المسألة الأعلى فبرغم قرب الناس دول يعني مننا إلى إن سبحانه وتعالى هو الأقرب ومهما كان الناس يعني يحملوا من صفات عطاء أو حب أو رحمة فسبحانه وتعالى يملك من أسماء العطاء والرحمة والقوة والعظمة اللي يخلي أي حد يلاقي كل الاطمئنان والسكينة اللي هو محتاجهم في الدنيا حتى لو ما فيش حواليه ناس خالص ربنا سبحانه وتعالى قريب طول الوقت لكن إحنا اللي بنبعد وبنقرب وحان موعد القرب السنوي لكل الناس البعيدة رمضان بيقرب البعيد فشهر رمضان المبارك الحقيقة إحنا إن شاء الله هنفتح ملف هيساعد في القرب هنعرف فيه صفات وأسماء المولى عز وجل هنتبحر في أسماء الله الحسنة وهنعرف قيمة الدعاء بهذه الأسماء وهنفهم كل اسم هنقدر نتعامل به إزاي والنهاردة يعني هنعمل مقدمة كده عشان إن شاء الله بإذن الله أول رمضان نبدأ ندخل في الموضوع مباشرة مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من أمة وزارة الأوقاف كل سنة حضرتك طيب تقبل اللهم إنه ومنكم صالحة لأعمال ورفعكم أعلى الدرجات وحفظكم من كل سوء وشر ومكروه أنت والمشاهدين الكرام آمين ما فيش حياك الله وبياك النهاردة رأيك جديدة ده جديدة دي كل ما هحفظ حاجة هتصل علي بحاجة جديدة طيب نرجع حياك الله وبياك حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانة ومسوك ومسوى المشاهدين الكرام كل أمين آمين يا رب العالمين إحنا المفروض نحفظ أسماء الله الحسنة ليه يعني إيه الفايدة اللي هتعم علينا من أننا نعرفها أو نحفظها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست ذاته وتعظمت صفاته وتسامت أقواله وأفعاله له الأسماء الحسنة والصفات العلاء إله العالمين الموجود في كل مكان وزمان المحمود بكل لسان وبيان لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عرفه ربه أسرار أسمائه وأشرق على قلبه بأنوار صفاته اختصه ربه بمقام الحب فكان خير الموحدين والمسبحين وإمام الحامدين والعابدين وقدوة الراكعين والساجدين وأعرف الخلق بجلال رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله كلما تضوع مسك وفاح وكلما غرض حمام وصاح وكلما شد بلبل وصاح وناح وعلى آله وصحبه أهل الهدى والفلاح وبعد خليني أقول لك إزاي تعبودي حد أنت ما تعرفوش سؤال المفروض يجي على بال كل واحد فينا ويحقق كل واحد فينا العبادة التي خلق من أجلها ربنا في القرآن يا سيدي دعاء يقول كده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مش كده ولا إيه مش عايز منهم رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون يبقى ربنا مش محتاج مننا حاجة ربنا محتاج إحنا اللي محتاجين لإن ربنا لا يحتاج إحنا اللي محتاجين نتودد إلى الله دائما بالعبادة ونتودد إلى الله دائما بالقرن طيب يبقى السؤال هنعبد إزاي ربنا وإحنا معرفناهوش طب أنت متخيلة حضرتك آية كميلة كده في القرآن الكريم ربنا بيقول فيها إيه اسمعي كده كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى الطغيان مجاوزة الحد الظلم البغل الاستقواء العنجهية أرآه استغنى ليه؟ لأنه استغنى بعلمه شوية واستغنى بماله شوية واستغنى بشهرته شوية واستغنى بسلطانه شوية واستغنى بقوته شوية واستغنى بسلاحه شوية واستغنى بصوته شوية واستغنى بكل شيء ينفع يستغنى به طيب أهل الله أهل الصلاح والفلاح الذين تعرفوا على الله سبحانه وتعالى إيه اللي حصل لهم تلاقيهم من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين فتلاقي واحد هادئ تلاقي واحد متواضع تلاقي واحد مهما بغيته ومهما اعتديت عليه هو يضبط نفسه ليه لأنه تعرف على الله واكترب من الله وربنا في القرآن قال بلك يقول كده وما قدر الله حق قدره يعني ما ما تعرفت على الله سبحانه وتعالى أنت مش هتستطيع أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى التعرف الحقيقي ولذلك علمائنا جعلوا أصل الدين معرفة الله سبحانه وتعالى طب ليه أسماء الله الحسنة اخترناها في رمضان لأنك إن عرفت الله أحببته وإن أحببته اشتقت إليه وإن اشتقت إليه لا تعصيه وإن لم تعصيه أطعته وإن أطعته زدت في القرب منه وإن زدت في القرب منه زدت من الشوق إليه وإن زدت من الشوق إليه اقترفت الطاعة بعد الطاعة حتى تقترب منه حتى تصل إلى مرحلة وصل إليها سيدنا صلى الله عليه وسلم جاء ذكرها في خاتمة صورة العلق وسجد وقترب يبقى اقتربت من الله سبحانه وتعالى طيب يا ترى الصحابة عرفوا أسماء الله الحسنة بالطبع أه وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم أسماء ربنا الحسنة من كل موقف في حياتهم الصحابة لما غليت عليهم الأسعار وراحوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بهبارة بسيطة كده قال لهم إن ربنا هو المسعر وهو القابض وهو الباصد وهو الرزاق يا ترى هي أسماء لها النبي وخلص الموضوع خدت السؤال من على السؤال ده بيفهمهم وبيعرفهم طب النهاردة لما يكون أنا عندي معرفة بأسماء الله الحسنة النهاردة الأسازة دعاء طلعة مع الشيخ أبو بكر تعرفنا أسماء الله الحسنة ليه؟ علشان نغير سلوكيات حياتنا لإن الأسازة دعاء بدأت حضرتك قلت لي في المقدمة قلت لي هو نازم نحفظها مش كده أقول ليه لإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كده إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة